السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن تعب كلها الحياة تعب كلها الحياة وهذا المعنى مصداقا لقول الله عز وجل في كتابه العزيز لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الانسان في كبد يعني في تعب وفي مشقة الكبد يقال في اللغة العربية لاللبن اذا استغلط تكبد اللبن وايضا من اصيب بالم فضيع في بطنه اصيبت كبده ولهذا ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد اي في تعب ومشقة هذا الانسان منذ ان خلقه الله تعالى وهو يكابد امر الدنيا وامر الاخرة يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الدراء لماذا نطرح هذا الموضوع؟ هذا الموضوع اذا فهمناه سوف نتخلص من كل المتاعب والاحساس بالظلم او الشعور بصعوبات الحياة ومكابدها نفهم لماذا خلقنا الله تعالى وما حقيقة هذه الدنيا الانسان منذ ان خلقه المولى عز وجل يمر في حياته بدورات ومراحل مختلفة ومتعددة بعضها يفضي الى بعض وكل دورة من دورات حياته وكل مرحلة من مراحل عمره مشوبة بالألم ومقرونة بالعناء هذا امر الله هكذا خلق الله الوجود فالانسان منذ ان يستقر نطفة في راح ام امه حتى ولادته ثم بعد ان يصير طفلا يلعب ثم لما يدخل الى الدراسة ثم لما يتزوج ثم لما يصبح عنده اولاد ثم لما يدخل الى منتصف العمر ثم لما يصير كهلا ثم لما يصير شيخا هرما الى ان يموت كل هذه المراحل هي خلقها الله تعالى فيها متاعب مراحل الطفولة مراحل الشباب مراحل الكهولة مراحل الشيخوخة كلها يعاني فيها الانسان من الوان من المتاعب والمشاق هكذا هي طبيعة الحياة الدنيا من قبلها كما هي كما خلقها المولى يرتاح ويشعر بالطمأنين والسكينة ومن رفضها فانه سيبقى في الصراع مع التوقعات وتخيب اماله لاحظوا معي ايها الاحباب الكرام انواع الكبد والمشقة التي يعاني منها الانسان حينما يكون جنينا في بطن امه ويبدأ في المعاناة في الظلمات الثلاث التي هو عليها الجنين يكون في ظلمات ثلاث في بطن امه ويتألم الالم الشديد حينما يريد ان يخرج من بطن امه بعد ان يمكت فيه تسعة اشهر امه حملته كرها ووضعته كره تعب ومشقة ولما يخرج هذا الجنين لما تحين ساعة خروجه يبدأ بالصراخ يصرخ متألما من ماذا؟ من الهواء الداخل الى صدره هكذا يقول الاطباء الطفل الجنين لما يخرج من بطن امه مثل الخروج من عنق الزجاجة الام تتألم والطفل الجنين يتألم ويبكي قال العلماء بانه هواء دخل الى صدره اوكسيجين اول درة اوكسيجين تدخل الى رئتيه ولكن ويبكي لانه يعلم بان الحياة هكذا خلقها الله فيها متاعب كثيرة ثم تبدأ رحلته الطويلة بالكبد والمشقة يبدأ في التقام تذي امه تبدأ مرحلة الرضاع وكلكم يعلموا الاطفال الصغار يبكون بالليل كثيرا قد يصابون بما يسمى بام الصبيان وقد يصابون بالبرد الشديد وقد يصابون بالرعب وهم اطفال صغار ويبكون بكاءا شديدا ولا يدري الابوين ماذا يصنعان بهذا الطفل وهو يبكي ويستمر هكذا الى ان تأتي ساعة الفطام ساعة الفطام ايضا محطة اخرى من محطات المعاناة يبدأ يفكر في الانقطاع عن صدر الام والطفل الصغير يشعر بان الدنيا فيها الغضر ان امه التي تعطيه هدل التدي سوف تفطمه عن ذلك الى الابد فيشعر ببكاء ويشعر بالمشقة وبالمعاناة ثم تبدأ الاسنان تظهر ومعلوم ان مرحلة نبات الاسنان ما يسمي بمرحلة التسنيم يتعدب فيها الطفل الصغير عذابا اليمة لانه الاسنان الجديدة وعليه ان يتعود على طريقة جديدة في التغذية وتتوالى عليه المشقات ثم تاتي مرحلة الختان وايضا لما يتم ختان الطفل الصغير يبكي بكاءا شديدا وتستمر الامراض هكذا الى ان يبدأ الطفل يكبر ثلاث اربع سنوات ويدخل الى سن البدء في التعلم وهنا سيدخل الى اهم المراحل من مراحل العمر التي يعاني فيها الانسان ويكابد اياما ولايالي التعليم تقريبا مراحله معظمها فيها متاعب يتحمل الطفل الصغير مشقة الاستيقاظ مبكرا وعليه ان ينسى النوم لحين متأخر ثم يخرج من محيط المنزل الى محيط جديد اوسع وعليه ان يحمل حقيبة مليئة بالكتب وعليه ان يتحمل ذل التعلم قد يتعرض للضرب قد يتعرض احيانا للإهانات اما من والديه واما من المربين وعليه ان يتعلم وقد يتعرض للمعاناة الشديدة هذا اذا كان عنده والديه اما اذا كان يتيما فان هذا الطفل معاناته تكون اشد واكتر من غيره ثم يستمر هذا الطفل الصغير في اربع خمس ست سبع سنوات عشر سنوات اثنى عشر سنوات اثنى عشر سنة اربعة حتى يبلغ يفارق مرحلة الطفولة البريئة والعفوية ويدخل الى مرحلة سن الرشد ما يسمى بالبلوغ مرحلة البلوغ مرحلة شديدة المعانات يدخل اليها الطفل والطفل ايضا يعني الكلام يصلح ويقع على الدكر والانتة لما يصل هؤلاء الاطفال الى سن البلوغ سن الرشد وهنا تبدأ حركة اخرى من المعانات المرأة الصغيرة الفتاة الصغيرة تبدو عليها مظاهر لانتة وتصبح مرأة والرجل الطفل الصغير يصير رجلا وهنا تأتي متاع الدنيا وفوران الشهوات وفوران الرغبات ويصطدم بان هناك اشياء محرمة واشياء اخرى في المجتمع يعتبرها بانها معيبة وعليه ان يبدأ في تحمل امانة التكريف صار الان عنده القلم يكتب كل ما يعمل من اعمال عليه ان يتحمل امانة التكليف وعليه ان يستعد لعمارة الارض هكذا خلقنا خلقنا للتكليف وعمارة الارض يعني الان عليه ان يشتهد ويستمر هذا المولود هذا الولد او هذه البنت في مرحلة البلوغ ويكون بعدها مسؤولا من قبل كنا نتجاوز عن هفواتي واخطائه الان صار مسؤولا امام والديه وصار مسؤولا امام مربيه واساتدته ومعلميه في المدرسة وصار مسؤولا امام الناس في المجتمع بل وصار مسؤولا عن نفسه وعن تصرفته امام الله جل جلاله عليه ان يصلي وعليه ان يقرأ القرآن وعليه ان يصوم وعليه ان يغد البصر وعليه ان يفعل ما يفعله الكبار لانه ببلوغه هذا صار يجدع عليه القلم قلم التكليف وهنا الانسان يكابد كثيرا في مجاهدة نفسه الامارة بالسوء ويصير في صراع مع شهواته ثم يكابد لارضاء والديه لان الوالدين دائما يراقبان هذا الولد او البن في سن المراهقة ويستمر في التعليم فترة الدراسة والتعلم كلها مكابدة وكلها مشقة وكلها صهر بعد الابتداء يكون الاعداد ثم التانوي ثم الجامعي سنوات طويلة مشقة الصهر والامتحانات وما يتبعها من غم وهم وقلق وترقب وانتظار للنتائج ويستمر هذا الولد في سن الدراسة والتعليم يعاني يكابد يتنقل من بيته الى مقر دراسته الى التانوية او الى الجامعة مشاكل التنقل ومشاكل المنحة ومشاكل الحفظ ومشاكل الدراسة والامتحانات ويستمر هكذا ثم لما يحصل على الشهادة الكبرى اما على الاجازة او مشكلها يسعد ما ان يسعد حتى يجد نفسه امام مشقة اخرى مشقة البحث عن الوظيفة وعن العمل وهنا سوف تكون معاناة شديدة الان يسمعوني الكثير من الشباب الخرجين كيف يعانون معاناة فضيحة للحصول على عمل على وظيفة على شغل في اي مجال ثم يعانون من معاناة الانتظار طول الانتظار ويستمر هكذا وحينما يحصل على وظيفة قد تكون في القطاع العام او القطاع الخاص او عنده عمل حر او غير ذلك هنا تبدأ مشكلة اخرى الصراع مع من معك في العمل يسمى صراع الانداد في العمل ومكائد الزملاء المنافسين قد يكون عندك اصدقاء ربما قد زملاء ينافسونك وقد يؤذونك وقد يخشون نجاحك فيبدأ يكيدون لك ويبدأ الصراع صراع الانداد ثم قد قد يبتل بقسوة وظلم بعض المديرين قد يكون بعض المسؤول الكبار اما مديرين او مسؤولين كبار فيهم قسوة وفيهم ظلم فيعاني يسأله متى الدخول متى الخروج ماذا صنعت ماذا فعلت ما هي المرضودية فيعاني من القسوة والظلم والخوف والهلع ويستمر هكذا ثم تبدأ مرحلة اخرى من مراحل المكابدة وهي انه يبدأ يفكر في الزواج ويبحث عن الشريك شريك العمر هذه مرحلة ايضا خطورتها كبيرة ومعاناتها الشديدة هناك من كان محظوظ بسرعة عتر على نصفه الاخر ولكن المعظم الناس يبحثون عن النصف الاخر الذي يلائمهم والذي يمكن ان يستمر معهم طول مصاري الحياة صعب جدا ان تجد الانسان المناسب ومن تسرع ربما قد يبقى دوما يعاتب نفسه لماذا هذه السرعة لماذا لم افكر ماليا والذي يرى التجارب الفاشلة يفكر كثيرا وينتظر ويترقب مرحلة معظمها فيها المعانات لان مرحلة التفكير في الزواج والرحلة في البحث عن شريك العمر ثم لما يتزوج يبدأ مرحلة الزفاف وتكوين الأسرة صعب جدا ان تبحث عن سكن مناسب لك في المنطقة التي هي ترتاح فيها وكيف تحصل على هذا السكن وكيف تبني هذه الأسرة ثم بعدها تدخل الى مرحلة اخرى من المعانات وهي انجاب الأولاد قد ينجب الإنسان الأولاد فيدخل في مسؤولية تحمل المسؤولية وقد يحرم يحرم من الإنجاب فيدخل في مرحلة العلاج يبحث كيف يحقق الحمل لزوجته معاناة شديدة حتى اذا ما رزق الأولاد يبدأ يفكر في تربيتهم لأن الأولاد لابد ان تضمن لهم معيشة معيشة تليق بهم وتبدأ تعمل وتنفق على من تلزم كنفقتهم الزوجة والأولاد وربما الأصهار وما حولهم هي انها مكابدة كبيرة لم تعود تملك فقط نفسك الحرة انت الآن اصبحت مرتبطا بزوجة وأصبحت مرتبطا بأولاد وأصبحت مرتبطا بعائلة وبأسرة وعليك أن تتحمل المسؤولية وفيها تعب شديد ثم الأولاد يكبرون وتكبر مشاكلهم وتكبر معهم المعاناة يبدأ مرحلة الدراسة والتربية وتبدأ تنظر هل هم متدينون يصلون والأولاد ينفرون من الدين ومن الصلاة هل أنت مسؤول عنهم بنتك الصغيرة كيف تكشف محاسنها كيف تعلمها الحياة علاقة مع الأصدقاء قد يرتبطون بأصدقاء السوء وقد يكون ما لا يحمد عقبه كيف تحفظهم من قراناء السوء كيف تسيطر عليهم كيف تعلمهم كيف لا تعنفهم كل هذا صعب جدا وقد يكون الإنسان لكي يجمع هذا المال ربما لينفق على أولاده وينفق على بناته وعلى زوجته وعلى بيته يحتاج إلى المال كثير أجرته الشهرية لا تكفيه فيبحث عن المال من أي جهة فيبدأ ربما قد يقع في المعاصي وهو لا يدري كم من الرجال الآن صار يجمع المال ولا يميز بين الحلال والحرام ربما يأخذ بالربا ربما يأخذ بالصرقة ربما يقوم بالمدينة يتسلف ولا يرد وهكذا تبدأ المعاناة ومطالب الزوجة ومطالب الأولاد الأولاد يطلبون لباس جديد ومدارس غالية والزوجة تطلب قضاء عطلة في مكان معين ولباس وذهب وغير ذلك معاناة حتى ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قد يصير الإنسان عند العداوة داخل بيته من زوجته قد تكون عندها مطالب كثيرة ولا تميز بين الحلال والحرام والأولاد قد يتعون بأبيهم لكي يأتي بالمال من أي مجال وقد يتورط وقد يقع في مخالفات قانونية وشرعية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم هذه المرحلة تسمى مرحلة منتصف العمر هنا الإنسان كي يبدأ في الصراع الداخلي صراع ربما طول حياته وعرضها يواجه بخيارات وامتحانات هذا الإنسان خلق في كبد ولقد خلقنا الإنسان في كبد طول حياته وعرضها يواجه بها الخيارات وامتحانات منذ أن يكون ما زال شاب هل يطلق بصره في الحرام أم لا قد يكون عنده رغبة وعنده قوة ويرى النساء الحسنوات أمامه إما في الشارع وإما في العمل وإما هل يطلق بصره أم يغض البصر صراع ثم لما كان الشابا هل يتسكع كيف يشاء ويرتع في الشهوات أم يصبر ويتعفف وينهى النفس عن الهوى هكذا يبقى في صراع مع نفسه وصراع مع المال كسب المال هل ينتظر حتى يأتي الله بالمال الحلال الطيب يأكل منه أم أنه يغش في المعاملات ويقبل أي وظيفة أو أي عمل المهم يمكن أن يجني المال والتروع لا مشكل عنده أن تكون حرام أم لا هو لا يسبر على الفقر هو يريد فقط المال هل يحافظ على العفاف الأمانة أم أنه يطلق لنفسه الهوى حتى إذا كان عنده علم فتنة كبيرة أل عندك علم أعطاك الله علم إما علم ديني شرعي أو علم قانوني أو علم فلسفي أو علم بشؤون الحياة هل هل تحترم هذا العلم هل سوف تتمسك بالحق وتصبر على تكاليفه أم أنك سوف تبيع مبادئك وتصفق للباطل وتغض بصرك عن الظلم لتحظى بالمناصب وتحظى بالامتيازات هل سوف تستمسك بالحق والمبادئ ولو كان ذلك أمرا يقصيك عن نيل المغانم أيضا ابتلاء وكبد مكابدة شديدة هكذا الإنسان يبقى في مكابدة كبيرة واختبارات في الطفولة وفي المراهقة وفي الشباب وفي منتصف العمر منتصف العمر هي مرحلة مهمة للغاية فيها الإنسان تبدأ المعاناة شديدة ثم تأتي بعدها مرحلة الكهولة كهولة كلها متاعب ثم تبدأ الشيخوخة فالإنسان ينظر في نفسه في المرآة ويرى الشعر الأبيض ويرى التشاعيد وضعف البصر ويشعر بأن مفاصله تؤلمه وأنه صار كلهم أمراض عنده سكري عنده ضغط دم عنده شعور بالعجز هذه مرحلة ما يسمى يفضي إلى مرحلة أرذل العمر أرذل العمر هنا تبدأ مكابدة أخرى كي يعد لإنسان لا تهمه الدنيا كلها سوى صحته لأنه يعاني من الأمراض ويعاني من الألام يقول لك بغير تستطيع العظام ما بغير عرف لا سياسة ولا اقتصاد ولا هموم الشباب ولا قضايا المرأة ولا قضايا المجتمع ولا تقلبة السوق بغير تستطيع العظام إنسان يعاني من الأمراض والأسقام والألام كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هكذا الإنسان مرحلة على مرحلة إلى أن يصل إلى مرحلة الشخوخ والعجز والهرم يدخل الثمانين عنده الهرم ربما يعاني من الخرف ويكابد من ذهاب الذاكرة وضعف العقل هناك من يصاب بالزهايمر وكيبدأ في معاناة شديدة كما قال الله تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئة ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئة هذه المرحلة أيضا مرحلة فيها المكابدة ولقد خلقنا الإنسان في كبد مرحلة تبدأ بها الألام والمواجع والأمراض وتستمر تستمر هذه المرحلة إلى أن يبدأ الإنسان يكون طريح الفراش وربما قد يدخل إلى مرحلة الاحتضار ومواجهة الموت ليودع هذه الدنيا وينظر خلفه ويرى بأنها مليئة بالمكابدة لكن المكابدة الكبيرة التي يعاني منها الإنسان ليس هي المال أو الشهوة أو السلطة أو العائلة أو الأولاد مشكلة أخرى وهي المكابدة بتسلط الشيطان على الإنسان الإنسان أكبر مكابدة يعانيها في هذه الدنيا في مختلف مراحل عمره منذ أن يكون الجنين في بطن أمه إلى أن يصير طفلا في الرضاع إلى أن يصير في فتى في التعلم إلى أن يصير مراحقا إلى أن يصير شابا إلى أن يدخل إلى منتصف العمر الكهولة كل هذه المراحل كي تسلط عليه ما يسمى الشيطان وقارينه قارينه كين الشيطان وكين القارين دياله هذا من أكبر المكابدة كتلقى الإنسان مضارب معرسه في علم النفس يسموها صراع داخلي أمراض نفسية ولكن هي في الدين يقول لك لله القارين يدخل معاك ولا يفارقك والشيطان يتسلط عليك كما قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كتلقى بأن الشيطان والقارين دياله أيضا يزيل لك المعاصي ويصرفك عن الطاعات حياتك كلها كتمضي كلها في هذه الموازنات أنه يزيل لك كل معصية في الشهوة في الملدة كين وحد المتعة كتمشي لها وفي مكان الطاع يصرفك عنها باقي الحال ما زال الحال حتى يحين وقت الوداء هذا القارين لقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قارينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير هذه أكبر مكابدة الإنسان كيكون مشوحده معاه شيطانه ومعاه قارينه كيجي وقت الصالة كيقول لك ما زال الحال كيجي وقت إخرج زكا كيقول لك لما الفقر قد يتسلط عليك كي تكون العلاقة مع الناس كيخرج منك أسوأ ما في نفسك الغضب والقلق والشك والصراع بين أزواج والزوجات والصراع بين الأولاد مكابدة ولقد خلقنا الإنسان في كبد وهذا المكابدة تنقلب إلى حزن عميق لما يكبر الإنسان ويوشك أن يودع كيعرف بأنه فرط كثيرا في جنب الله ولم يؤدي الطاعات وأنه تجرأ على المحرمات وهناك يندم يندم لأنه يرى الحصيلة أنه يكابد السكرة الموت وشدته ولكن الحصيلته من الحسنة الضعيفة ومن السيئات كثيرة ثم بعد ذلك يكابد السكرة الموت ويتألم كما قال النبي المصطفى إن للموت لسكرات ثم يخرج من الدنيا هذه مرحلة الكبد الدنيوي ولما يخرج من مرحلة الكبد الدنيوي يدخل إلى مرحلة الكبد القبر كتسم عالم البرزخ أيضا هناك يسأل الإنسان يسأل القبر إما روض من رياض الجنة وإما حفر من حفر النار يسأل عن من ربك ما دينك ما قولك في الذي بعث فيكم ثم تأتي مرحلة المكابد دي الدار الآخرة دي الحياة المسائلة لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وهكذا يبقى الكبد والمتاعب هي مع الإنسان وهنا الإنسان ينظر خلفه وذلق بأن المرحلة للدنيا قصيرة جدا قصيرة قصيرة للغاية وسوف يصاب بماذا؟ يصاب بالغبن عدنا صورة تغابن في القرآن الكريمة التغابن كتعر بالغبين كتقول أنا كنت في هذه الدنيا أعطيها أكثر من حجمها هذه الدنيا كنت من أجلها أتخاصم مع الناس وكنت أتصارع مع الناس وكنت أتقاتل وربما هناك من يهدر الدماء ويهلك الحرط والنسل من أجلها وهي لا تساوي كل ذلك الدنيا ما هي إلا كبد في كبد هي هكذا الدنيا صراع وفي الأخير تلقى بأنه سيترك كل ما جمعه من مال وألقاب ومناصب ومراتب كلها تبقى هناك ويرحل إلى الدار الآخرة وهناك سيتذكر قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ما تاع الغرور هكذا الحياة الدنيا كلها متاع الغرور وأول من كابد هو أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء لما وسوس لهم الشيطان فأكل من الشجرة وكابد مصيبة المعصية وكابد التوبة إلى الله تتاب عليهما وكابد الهبوط من الجنة إلى الأرض وكابد في الأرض أبونا آدم ودريته لكي يقوم بشؤون الحياة مكابدة ربنا لخص داك كله في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين هكذا بدأت قصة البشرية وتستمر تستمر بن آدم في صراع مع مكائد إبليس وأحابيله ووساوسه والناس إلى يومنا هذا كلنا إخوة كلنا من أب واحد وأم واحدة من آدم وتراب ومن حواء وفي الصراع وفي مكابدة الناس في مكابدة وهذه المكابدة هي عند كل الناس لأن هناك من يظن أن بعض المجتمعات الثارية هي بعيدة عن المكابدة مثلا مجتمعات غربية مثلا سويد مثلا أكبر دخل فردي في العالم أو في البلاد الأمريكية أو عبدا كل المجتمعات تبدو ربما من بعيد أنها لا آلام فيها ولا أتعاب وأن تعيش في سعادة ورفاه هذه نظرة سطحية لو تعمقنا في دراسة المجتمعات غضر القوحتية كتعاني الألم وشدة النصب فيها الانتحار كتير فيها الخيانة الزوجية فيها عدة أشياء الإنسان كل البشر بن آدم رغم المجتمعات الفقيرة وسواء المجتمعات الغنية كل له نصيبه من المعاناة ومن الشدائد هذه حقيقة الحياة الدنيا والإنسان ما عليه إلا أن يقبل هكذا متى يرتاح الإنسان الراحة لا تكون إلا كما قال أحد الناس طرح السؤال عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال يا إمام ومتى يجد العبد طعم الراحة؟ متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة هكذا الإنسان الإنسان في الدنيا متعب وسيبقى متعباً السلطان متعب الرعاية متعبين المسؤولي الكبار متعبين أبناء الشعب الفقراء متعبين هي الدنيا هكذا خلقها الله تعالى متى يزول التعب؟ متى يزول النصب؟ لما نضع أول قدم في الجنة هنا قال ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغوب هنا هنا فقط سوف لا يكون هناك لا كبد ولا تعب ولا مشقة لما يضع العبد المؤمن أول قدمه في عتبة الجنة يلهج لسانه بالحمد والشكر وسوف يرى النعيم الخالد أبدا الآبدين أبدا الآبدين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب هنا أيها الأحباب الكرام خلاصة الكلام ماذا علينا أن نفعل علينا أن نركز في هذه الحياة الدنيا أي نعم نقرأ وندرس ونعمل ونعيش ولكن لا ننسى بأن الغاية الأساسية هي أن نعبد المولى عز وجل لكي نفوز بالنجاح وبالنعيم الخالد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق دو القوة المتين نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قوة الإيمان وقوة اليقين وأن نشكر الله تعالى على النعم الكثيرة التي أنعم بها علينا وأن يرزقنا الصبر والاحتساب على ما أصابنا من شدائب وعلى ما أصابنا من بلاء وعلى ما أصابنا من مرض وعلى ما أصابنا من سقم وعلى ما أصابنا من فقر نصبر ونحتسب ونرفع أكفة ضراعة إلى الباري أن يمن علينا بدفع البلاء وجلب الخيرات والبركات اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا أرحم الراحمين أحبابي في الله سوف نفتح خطوطنا الهاتفية لنتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنتواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة